معي من لندن مدير مركز البحوثة الاقتصادية الدكتور صادق ركابي ألم بك دكتور صادق ما هي الأسباب المباشرة والرئيسة لهبوط الليرة التركية بهذا الشكل يعني الليرة فقدت عشرين بالمئة من قيمتها منذ بداية العام هل هناك عوامل داخلية فقط أم ربما هناك عوامل خارجية أدت إلى هذا الهبوط السريع والحاد نعم تحية لكم بالفعل هناك عوامل داخلية وخارجية نبدأ بالخارجية الخارجية أن تركيا كسوق ناشئة كغيرها من الأسواق الناشئة لديها مديونية عالية مقومة بالدولار يعني ديون الحكومية التركية بلغت 540 مليار دولار وهذه تأثرت في شكل كبير عندما رفعت الولايات المتحدة الأمريكية الفائدة لأكثر من مرتين خلال هذا العام وبالتالي ارتفعت قيمة الدولار هذا جعل الأموال التي كانت تزفق إلى الداخل التركي تخرج منها ومن الأسواق الناشئة الأخرى إلى داخل الولايات المتحدة الأمريكية بفضل العوائد الأكبر هناك زائد أن القدرة على السداد بالنسبة للجانب التركي والأسواق الناشئة الأخرى أصبحت أضعف هذا بالنسبة للعوامل الخارجية أما العوامل الداخلية فتتحكم بها سياسات أردوغان الخاطئة أولا الجانب السياسي دخوله في حرب مباشرة مع الجانب الكردي في الحدود السورية وهذا أدى إلى قلق كبير في الداخل التركي كون وجود جالية أو وجود قسم كردي كبير في هذه المنطقة الأمر الآخر هو سياساته الاقتصادية الخاطئة بالنسبة للإبقاء على سعر الفائدة منخفضة رغبة منه في جذب استثمارات أجنبية أكبر معتقدا بأن هذا الأمر هو الوحيد الذي يجذب استثمارات الأمر الآخر أنه لا يريد أن يؤدي بالطبقة الوسطى إلى أن تكون قدرته الشرائية أقل خاصة وأن التضخم وصل إلى 10.8% وبالتالي قبيل الانتخابات يريد أن يكون هناك قدرة شرائية أكبر في ظل كل ما ذكرته دكتور صادق أيضا حديث أردوغان هذا التراجع بسبب مؤامرة يقوم بها لاعبون محليون وأجانب في سوق التمويل هل نحن أمام تجديد قبضة السلطات التركية على الاقتصاد التركي كيف سيؤثر هذا على البلاد؟ نعم هذا صحيح هذا ما يخشاه الكثير من كبار الاقتصاديين في تركيا تحذيرات حتى صدرت من داخل البنك المركزي التركي أن تدخل أردوغان مباشرة في السياسات الاقتصادية واتهامه لبعض الخلل في قطاع المصارف هذا مؤشر على أن قبضة أردوغان اليوم قد تمتد إلى القطاعات الاقتصادية أيضا وقطاع المصارف والقطاع البنك المركزي وهذا أمر جدا خطير لأن سياسة أردوغان التي تعتمد على الدكتاتورية في السيطرة بدأت تشمل القطاعات الاقتصادية وهذا يجعل تركيا مصدر قلق بالنسبة للمستثمرين ولا يجعلها سوقا جذابة كما كانت في السابق بالإضافة إلى أن السوق التركية التي لا تعتمد على الصادرات وأن تعتمد على الإنتاج المحلي والقوة الشرائية الداخلية بدأت تتأثر بهذه السياسات لذلك بالفعل هذه التحذيرات صدرت لكن يبدو أن أردوغان يضرب بها عرض الحائط وهنا أسألك عن الخطوات القادمة التي سيقوم بها أردوغان وأيضا الحكومة التركية أردوغان قال القطاع المالي سيدفع ثمن باهظ إذا أصبح جزءا من التلعب في الأسواق هل هذا مقدم لشيء ما قد تقدم عليه السلطات على الصعيد الاقتصادي بالفعل وهنا يجب أن نشير إلى أن كما ذكرتم في التقرير المنافسة الشديدة من قبل المعارضة تستوجب من أردوغان خلق أزمة جديدة حتى في القطاع المالي وهذا قد يكون تمهيد لبسط نفوذه أكبر على هذا القطاع ولا أستبعد أن تكون حالة الطوارئ التي هي مفروضة حاليا أن تصل حتى إلى القطاع المالي متهما بعض المؤسسات بدعم الانقلاب على سبيل المثال للسيطرة عليها وبالتالي يزداد نفوذه حتى على كبار رجال الأعمال الذين يتحكمون في الاقتصاد التركي قد يكون هذا الأمر وارد لكنه إذا ما حدث بالفعل سوف يؤدي إلى نعكاسات خطيرة على الاقتصاد التركي نعم دكتور صادق الركابي مدير مركز البحوث الاقتصادية كنت معنا من لندن شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر